تأتي جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لتؤكدوا على أهمية دور الصحافة المحلية المحوري والجسم الصحفي في دعم مسيرة التنمية الشاملة الجائزة تتيح المجال لكل مؤسسة صحفية أو صحفي يعمل في إحدى الصحف أو المجلات المحلية البحرينية لتقدم بأعماله لنيل إحدى الجوائز المقدمة بهدف إبراز المميزين في هذا المجال المهم منذ انطلاقتها في عام 2016 حظيت جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة باهتمام بالغ واحتفاء كبير من قبل العاملين في المجال الصحفي والإعلامي في مملكة البحرين نظرا لما مثلته من تقدير وامتنان لدور الصحافة الوطنية في رفض مسيرة البناء والنهضة طبعا هذه الجائزة ننظر لها باعتزاز كصحفيين هذه الجائزة فرصة كصحفيين لكل صحفي يشارك فيها هذه الجائزة تطورت ونحن كنا متوقعين لهذا التطور الحمد لله جبنا في هذه النسخة فيها يعني هناك فروع تفرعت من الجائزة لتشمل المسابقة مثل الفيديو اليوم كل يعلمنا الصحافة تطورت وتوسعت حقولها فهذه فرصة لكل يشارك في هذا الجائزة الجائزة هي عزيزة علينا تحمل اسم عزيزة علينا طبعا وكل صحفي يتطلع مثل هذا اليوم بفوز وشرف الفوز في هذه الجائزة نتمنى أننا تكون هذه الجائزة أيضا ليس عن مستوى المحلي في المستقبل القريب تكون حتى عن مستوى الخليج إن شاء الله تميز وتنوع كبير شهدته الجائزة بنسختها الثامنة حاز على إشادة واسعة من قبل العاملين في المجال والمهتمين فيه خصوصا ما يتعلق بالفئات الجديدة التي اجتملت عليها الجائزة ومن أبرزها طلبة الإعلام في الجامعات البحرينية وهو ما يعد حافزا لإخراطهم في المجال في وقت مبكر تأتي جائزة سيدي سمو رئيس الوزراء للصحافة هذا العام بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتولي سيدي جلالات الملك حفظها الله مقاليد الحكم وسيدي جلالات الملك هو الدعم الأول لحرية الصحافة والإعلام في البحرين فلابد أن تواكب هذه الجائزة هذا الإنجاز الوطني العظيم في هذا العام تأتي بحلة مختلفة بإضافة فئات مهمة تعكس ما وصلت إليه الصحافة البحرينية من تطور وإزجهار في هذا العام نرى دخول فئات مثل الإنفوغرافيك والفيديو وكثير من الفئات التي تعكس للمتابع البحريني بعد وتطور الصحافة في مملكة البحرين المملكة البحرين تشهد مسيرة صحفية زاخرة مسيرة صحفية تشهد تطور مستمر بالدعم التي تحظى به من جاة الملك وسموه لي العهد هذه الجائزة هي مثال حي على الدعم الواسع التي تحظى به المسيرة الصحفية في مملكة البحرين البحرين واللاد هذه الجائزة التي تمتد من 2016 لليوم شاهدنا فيها نقلات نوعية من خلال المشاركات التي كانت تتنافس على نسخ الجائزة سنة بعد سنة هذه الجائزة تحظى باهتمام كبير تحظى بمشاركات واسعة هي حدث سنوي مرتقب من الجسم الصحفي في مملكة البحرين بمختلف تخصصاته نشهد في هذه النسخة نسخة الثامنة الجائزة تطور نوعي من خلال اشراك طلاب الجامعة تخص الصحافة في تنافسية الجائزة اشراك هذه الفئة مع العاملين بالمؤسسات الصحفية هو نوع من التحفيز الكبير ونوع من اكتشاف المواهب وإدماجهم بشكل مبكر في المجال الصحفي هذه يفتح باب أوسع لأجيال جديدة تواكب تطور تكنولوجيا الموجود اليوم في الصحافة اعتماد الصحافة على المحتوى الرقمي وهذه واحدة من فئة الجائزة التي نشهد فيها اليوم إضافة نوعية الرعاية المستمرة من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للصحافة والصحفيين أوجد بيئة خصبة يحصد منها أبناء البحرين ما بذلته الأجيال المتعاقبة على هذه المهنة من جد واجتهاد وإخلاص مشهود يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين